لو زهقت من الفراخ التقليدية يبقى لازم حضرتك تشوف الوصفة دي سلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم أسمة ديهي النهاردة ان شاء الله حنامل مع بعض دبابيس فراختك حلوة قوي قوي ومش عايزة أقول لحضرتك راحتها قلب الدنيا بحلها حنسمي بسم الله الرحمن الرحيم في البولة قدام حضرتك حنزل بمعلقتين كبار من الزبادي بسم الله حنزل عليهم معلقة صغيرة من الطوم المفروم معلقة كبيرة من البربكيو سوس أو سوس البربكيو لو معندك يش ما تشتريش وحقول لحضرتك دلوتي تعمل ايه ده النوع اللي أنا استخدمته معلقة كبيرة من بيوري الطماطم أو الكاتشاب اللي يعجب حضرتك أول متاح عندك استخدميه أنا استخدمت اتنين باكت ربع كباية صغيرة من اللمون ما يعادل لمونة كبيرة حوريها لحضرتك دلوقتي ده حجم اللمونة اللي أنا استخدمتها خلاص ربع كباية من الزيت البهارات عبارة عن معلقة كبيرة هرمية مليانة من البابريكا معلقة صغيرة هرمية كلا من فلفل أصمر كمون كصبرة نشفة توم بودر جنزبيل وحبهان أو حب الهيل نزلي بقى كل الكلام ده كله ما تخليش أي حاجة في الطبق وقلبي بقى الكلام ده كله كويس جدا لحد لما كل التكتلات الموجودة في الزبادي تفك معنا أيوة قلبي 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 أنا عايزة الخليط كله يكون متجانس وما يكونش فيه أصل خالص للزبادي انزلي عليهم بربع ملقة كبيرة من كشمير شيلي بودر طيب ما عنديش هنحط رشة صغيرة جدا من الشطة السوداني اللي هي الشطة السبايسي ودي اختياري حبيبة قلبي اللي بيبقى الكلام ده كله كويس جدا وعلى طول هاتي دبابيس الفراخ زي ما حضرتك حتشوف دلوقتي طبعا أنا غسلها مسبقا في محلول عبارة عن ميا ودقي وملح وخل لمدة ساعة بعد كده بغسلها كويس جدا تحت الحنفية وبشيل كل الزلال الموجود بين الجلد واللحم بعد كده ببتدي بالسكينة واعمل فيها فتحات بالشكل اللي حضرتك شفتين انزلي بقى بالدبابيس واحد واحد كده بالشكل ده اغلي في الدبابوس كويس جدا بالخلطة اللي قدام حضرتك يمين وشمال لازم حبيبة قلبي اغلي في الدبابوس كويس جدا عايزة حضرتك تعمل بقديك مفيش اي مشاكل واللي تغلي فيه حطيه على جنب بالشكل ده مش عايزة اقول لحضرتك بجد ريحتها قلب الدنيا بحالها ايوه كده تمام خلصي بقى كل الكمية بالشكل ده يمين شمال بعد كده اغطي الكلام ده كله وحطيه في التلاجة لمدة ما تقلش عن ساعتين بعد كده ان شاء الله نكمل مع بعض بعد ما اتتبلت الدبابوس معانا جبت سنية مش مدهونة اي مادة دهنية لان قريدي احنا حطين قبل كده ربع كبية من الزيت انزلي بقى بالدبابوس وروسيها بالشكل الحلو ده لان العين بتاكل قبل البق تاكلوه في الهانة يا رب زي ما حضرتك شايفة كده مش هنحط ميا ولا هنحط اي حاجة غير الخلطة اللي اتبقت معانا في البولة هتشوفوا دلوقتي معايا كده تمام هاتش بقى الخلطة اللي اتبقت معانا في البولة وانزلي بيها على الدبابوس بالشكل اللي حضرتك هتشوفيه متخليش اي حاجة في البولة لان الخلطة دي هي اللي هتسوي الفراخ ممكن مع حضرتك تحتاج ربع كبية مياه او نص كبية مياه ممكن متحتاجش انا اخدت مني وحوريكي دلوقتي على الطبيعة حسب حجم الدببوس اللي حضرتك هتشتغل بيه خلاص فرني سخنته من درجة حرارة متوسطة انا شغلت الشوية مع الفرن بالشكل ده مش هنغطيها في المرحلة دي هنعمل بديل سوس الباربيكيو فحمة على النار هنولحها بعد كده هنحطها في سوسيرة وبعد كده هنحطه في سوسيرة في قلب بسنيت الفراخ ونزل عليها بمعلقة من الزيت ونغطيها على طول شايفين في المرحلة الاولى شربت كل السوس والعصارة اللي نزلت من الفراخ ولكن هي لسه ما استواتش طبع عرفنا ازاي الدبوس من تحت اللحب ما سابش من العظم يبقى كده لسه ما استواتش نزلت عليهم بحاول لنسقوا بيه من المياه المغلية ورجعت الكلام ده كله تاني في الفرن كده استويت معنا هنشوف دلوقتي ازاي بسي كده معايا شايفين بدأ الدبوس اللحم من تحت يسيب من العظمة زي ما حضرتك شايفة كده بسي كده اضغطي بقى بالسكينة هتلاقي السكينة بتنزل معنا في اللحم بكل سهولة شايفين والله طعمها بقى ولا ريحتها مش قادر اقول لك قلب الدنيا بحالها بيجد تحفة جدا شايفين حاول رهالكم من فوق ومن تحت مقلية بسي جمال مقلية من فوق ومن تحت شايفين العظمة سابت ازاي من اللحم بسي كده معايا كل ما بص عليها ولاي العظم لسه ما سابش من اللحم زودي ميا مغلية حبة بحبة شكرا ليكم مع الف سلامة